اهلا بكم في المدك سبت البيت انهاردة اهر يوم رمضان احنا كلنا صومنا وخلاص تعبنا من السيام وعملنا حاجات كثيرة جدا من بلاد حوالينا القلب مع فالنتينا حاجات جميلة وحلوة وانهاردة اعمل معكم بصفة برضو حلوة وانتوا اكيد دحكتوا على الاسامي اللي انا كنت بقوله ممكن تكون البلاد غلط عشان انا بتكلم روسي وانجليزي والعربي بصر عربي بتاعتي مش قد كده فانتوا سامحوني وانهاردة اهر يوم رمضان ارجوكم فانهاردة نعمل نوع من الفرح من صوماليا او من بلد الصومال وانجليزي وانجليزي الروز عشان نبتدي الوصفة احنا هنسحن الحلل بتاعيتنا دائما نسحن الحلل والزيت هنحط زيت في الاول واحده والثاني واحده هنجليزي الروز أعطي الروز عشان احنا هنعمل زي احنا قولنا فراخ بالروز فنحن نحض الروز ده روز بسمتي انا برضو بعمله بالطريقة بتريحني انا فيه ناس بقولوا البسمتي لازم يتحط في المية مغلية وبعد كده بيتعمل بالطريقة كذا وفيه ناس يقولوا حاجه تانية لكن انا بعمل بسمتي زي انا بعمل الروز المصري بالضبط فانا بحضو بحطو في المية لمدة 10 ساعة وبعد كده بحطو في الزيت وبشوحو شوية وبعد كده بحط المية على فكرة يعني كل واحدة فينا هره في البيت صح مش احنا ستلتات البيت احنا هنعمل الوصفات نحن نريد هنا هنشوح الروز بسيط وفي الحل تانية هنضع الفراخ هندي هنا اوريك الفراخ فنحن نريد نشوح الروز اوريك الفراخ لغاية يبقى لونهم ده حبي كمان هنعمل السوس نشوح الروز والفراخ هنقدم احنا الفراخ فوق الروز لكن برضو الوصفة هنعملها على اثنين مرحلة الاول مرحلة هنعمل الفراخ في السوس بتاعها وبعد كده هنحط السوس على الروز و هنكمله بالسوس بتاع الفراخ بعد كده هنقدم الروز والفراخ برضو هنعمره في الزيت على وصفة هنزود المكونات التانية عندي هنا 800 انا معطاهم المكعبات زغانطوطة كده هوت واندي هنا هوت بصفة 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 رفعية كما احنا نعمل الروز للسمك الله احنا بكرا هنأكل سمك و هنحرج العيد أخيرا والأخوة انا بصراحة الحاجة فعلا مفتقدة الأخوة هي صحيحة للواحد فيه حاجات ممكن يتقود وممكن يسوم وعادي جدا بالنسباله لكن فيه حاجات مثلا بعض الفطار انا دايما بحض كفية القحوة باللبن يا سلام اعطينا كده تمام اعطي الروز بتاعتنا هنضع عليه شوية مية ورز احنا مش هنكمله لالاخر هو نصف السوي كده هو عشان نسا هنضع هنضع المكونات الثانية بتاع الفريح تمام احنا هنضع عليه المية وحطينا عليه المل وهنضعه النار عندي الفريح عايزين نقلبها ونشوف اخبارها ايه تمام اهي عندي كمان فلفل حرق لو عايزين احنا ممكن نحط الفلفل حرق في الوصفة لو مش عايزين عشان فيه ناس يقولوا دلواتي سيام وبلاش الحاجات الحرق انتو زي ما انتو عايزين يعني دي حسب الرغبة في الوصفة السومالي الفلفل حرق موجود ويستخدم نستهدم الفلفل احضر حرق فاحنا هنقطع رفايا كده هو نحط اهي وهنصيبه مع الفلفل الاحضر الاعادي البلدي عشان هنشوحه مع مقونات التانية اهي انا عشان اه ما خليش الوصفة حرق قوي اخد مثلا ربع اه من الكتعم الفلفل حرق تمام عندي كده الفرح اتخمرت فاحنا هنعمل ايه هنشلها في النفس البول اللي احنا كنا خطين الفرح اهم حاجه احنا حمرناها وفي النفس الزيت في النفس الزيت هنحط بصلة بصلة بوحدة كبيرة هنشوحها في الزيت بصلة مع بصل هناخد الفلفل فلفل حرق والفلفل الاحضر كده هو تمام كمان مع الفلفل احنا هناخد طويبل عندي هنا حبهان مثلا ربع معلاء من حبهان هنعم عندي هنا فابريكا فنحط فابريكا فنحط بشكل اللون الاحمر الغيمي يعني تخفة بصراحة عندي هنا جنزبيل هنحطه في الوصفة عندي طوم من ربع معلاء نفس معلاء من طوم برضو هنشوحه مع طويبل والبصل والفلفل زي ما انتو شايفين على طول الوصفة غيرت منها عشان احنا دخلنا البابريكا لو عايزين يبقى لونها اغمى ممكن نزوده البابريكا شوية عندي فلفل حب برضو هنحطه في الوصفة تمام و كمان عندي القرفة بس احنا هنحطها كمان شوية تمام فاول ما البصل بتاعتي يتهمر شوية الله ريحة جميلة اوي 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 يلا امسك نارسي احسر اخر يوم من مدان عندي هنا كمان التماطم فهنحط التماطم كمان على الوصفة تمام غير كده عندي تبيب احمر فنحنا هنحط تبيب احمر هنحطه في الوصفة تمام ودراسي هنحط كوب من الزبادي هنحط زبادي في الوصفة ونقلب كل المكونات بتاعاتنا نحط اثنين كتعة من الارفة حشف نحط في الحلة ونحط الفراح نحط الفراح في الحلة هنديها تعليبه تمام كمان دلواتي احنا هنحتاج نزود اللمون اثير اللمون عندي سيدي برده تعم لطيف جدا للوصفة بتاعتنا يعني الكمية اللمون انتو ممكن تزبطوها كما انتو عايزين بس يعني انا هستخدم مثلا اربع خمس معالي من اللمون ونحط كمان معانا كوزبرة عندي كوزبرة حضرة في وصفات احنا بنستخدم الحاجات الخضرة لكن برضو موظم الوض احنا بنحط الخضرة في الاخر خالص عشان خضرة لما بيتحط الوصفة بتغير لونها تمام فمش مشكله في الوصفة دي احنا مش ضروري نشوف اللون المفرح الاخضر بتاعت الكوزبرة احنا محتاجين نشوف التعم بتاحها اهي على فكرة انا يعني كنت عرفت كتير جدا 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 عن البلاد المسلمين حول القلم معكم يعني احنا كنا بنطبخ طول الرمضان وصفات جميلة قوي صح يعني ما كنتش عارفة انا الكميات الناس عايشة في القلم مسلمين وبيسوموا دلواتي معانا في رمضان في الصوماليا مثلا تعريبا الكمية الناس اللي عايشة في البلد عشرة مليون صح احنا تسعين مليون في المسر ومنهم تمانية وتسعين في المية مسلمين وده نسبة كبيرة جدا جدا تمام فعندهم طبعا الاكلهم مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا متوودين عليها بس مش مشكلة يعني اهم حاجة احنا بنجيب الوصفات ممكن تليق على الفطار عندنا في المصر مش كده احنا هنضع الكوسبارة هنضعها على الوصفة احنا كده حتينا كل المكونات بتاعت السوس الفراح دلوقتي هتفضل في السوس مثلا مدة 20-25 دقيقة عشان فراح مش زي لحمة ما بتحتاجش الفترة طويلة في النار وبعد كده هتشوفوا في عندنا السوس الحلوه بتاعتنا ريحته جميلة قوي قوي مالية للستوديو هنستهدمه في التصوية الروز احنا تفضل تحت الروز لماذا؟ لنضع الفراح هنضع السوس على الروز ونكمل التصوية تمام؟ هنضع ملح وفلفل للفراح وفلفل وفلفل تمام؟ هنضعها نستهدم نستهدم 20-25 دقيقة وبعد كده هنرجع ودروقتي حالا هنطلع الفاصل وانا أستنيكوا بعد الفاصل لكي نكمل الوصفات من سومني